أبدأ معك سيد لستر لنتحدث عن العقوبات هذه الحزمة الرابعة من العقوبات والمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أو البيت الأبيض جينساكي تقول إن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة دمرت الاقتصاد الروسي لثلاثين عاما بناء على أي تقديرات بنت الولايات المتحدة الأمريكية هذه التقديرات خصوصا أن كثير من المحللين يقولون بأن أثر هذه العقوبات لن يظهر الآن أعتقد أن أثر العقوبات يظهر وذلك بوتيرة سريعة لا يتعلق الأمر فقط بالعقوبات التي فردتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والآخرون على روسيا وإنما أيضا العقوبات على الشركات الخاصة لأن هناك شركات أحجمت عن الاستثمار في روسيا بسبب الظروف الحالية لذلك ما نراه الآن هو ظاهرة جديدة شركات تعاقب نفسها وذلك بالإحجام عن الاستثمار في روسيا وفي الاقتصاد الروسي كذلك قيمة الروبل تهاوت بشكل كبير والاقتصاد الروسي تضرر لذلك هذا يحدث الآن بسبب عقوبات واشنطن وأوروبا يقولون بأن الغرب يتناسى تدعيات هذه العقوبات على نفسه لأن هناك أثر أيضا يقع على الغرب من جراء هذه العقوبات وبالتالي ما حجم هذه الأضرار التي يتلقاها الغرب برأيه خصوصا أنه في الولايات المتحدة الأمريكية هناك تضخم هناك سعر للوقود أيضا يرتفع وبالتالي نتحدث عن أوضاع أيضا تطال الغرب من جراء هذه العقوبات كيف تنظر لهذه المسألة؟ هناك درر أقل على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العقوبات دعونا نكون واضحين في هذا الصداد هناك بعض القضايا التي يجب حلها في قطاع الطاقة ومن بين الأشياء التي تحدث للقتصاد الروسي حاليا هو أنه لا يمكن أن يصدر النفط والغاز هذه الإمدادات والشحنات توقفت وهذا سيدر كثيرا الاقتصاد الروسي وهذا قد يمهد للنهاية لحكومة روسيا الحالية كذلك نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لها صادرات من النفط إلى أوروبا من أجل تعويض تلك الإمدادات التي توقفت من روسيا لهذا سيكون هناك بعض الآثار الجانبية القليلة وخصوصا في مجال الطاقة هذا يحدث على نطاق واسع لكن لا يجب أن نضلل الجمهور بما يخص العقوبات العقوبات المفروضة على روسيا مدمرة ما تصور أحد أن هذا سيكون له هذا الآثار الملموس بشكل سريع هذا ما يحدث بالضبط مع روسيا إذا كنا نتحدث عن قطاع الطاقة الروسي فإنه يتكبد الكثير من الخسائر وقد يغلق الاقتصاد الروسي باستقبلا ما يتعلق بتصريحات الناتو يقول بأنه على الصين أن تدين بشكل واضح العدوان الروسي على أوكرانيا ما المخاوف الغربية من بيكين برأيك؟ أعتقد أن مخاوف الغرب حقيقية فيما يخص العلاقة الصينية الروسية الصين تقول مراراً إنها تدعم وحدة أراضي الدول وأن أي دولة لا يجب أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى إذا كان هذا صحيحاً لا يجب أن تدين الغزو الروسي لأوكرانيا والصين لم تفعل ذلك بعد كذلك الغرب قال إن على الصين أن تبتعد عن المناورة في العقوبات المفروضة على روسيا لأنها قد تتعرض لعقوبات ثانوية وبالتالي نعرف أن روسيا قد تقوم بصفقات تجارية مع الصين وبالتالي فإنه عليها أن توازن بين مصالحها تجارية مع أوروبا ومع روسيا لا ننسى أن الصين لها مصالح تجارية أكثر مع أوروبا ومع الغرب لذلك نعرف أن هناك علاقة صداقة بين روسيا والصين لكن هذا الأمر الآن مثير للقلق وخصوصاً بسبب ما يحدث في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر